كما قال الرئيس السيسي إن الدولة لديها خطة لزيادة حجم إنتاج الزيت بدلا من شرائه من الخارج وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمدينة سايل فودز الصناعية الغذائية أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق لوجستية لمصر والمنطقة وأكد أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ونحافظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصدقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حال لما بيقول موسم الأمح وموسم الرز وموسم البنجر والأصب ده معناه حتى لو أنت شاف النهاردة أربعة ونص شهر للأمح ده معناه أن الإنتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده وإحنا محافظين على الستة شهور رغم أن ده بيكلفنا أعباء مليا أنا عايز أقول لكم كلمة ستة شهور معناه أن أنا بقى أحبس أو أحجز فلوس لمدة ستة شهور صح كده يعني بيشتري وحطوهم في المخازن مش كده دكتور حاجة ده اللي احنا بنعمله ده ده تكلفة كبيرة جدا في الظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم ظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعبئنا